تنصحني ماذا أفعل وكيف أكثر على ما فعل وهذا يعتبر من الكبائر ومحكم الشرعي في ذلك إذن هذا الإنسان إن شاء الله تبارك وتعالى تراء له في البداية إما رأى ولا شك أنه لم يتقدم إليها حتى سأل عنها لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يذن فالفر بذات الدين فهو إن شاء الله راعة توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم في الاختيار فاختارها ولما خطبها بعد ذلك صار يشعر بالضيق وأنه غير مطمئن وأنه إن شاء الله سيجازف إن أتم هذا الزواج خشية أن يظلمها لأن القلب لا يبقى مطمئن ولا يمكن أبدا أن يجتمع الإنسان مع إنسان تحت سقف واحد وهو لا يريده هذا لا يفرضه الله على أحد ومسألة القلوب لا سلطان للعبد عليها كان البي صلى الله عليه وسلم دائما يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك يعني القضية القلوب لا يملكها الإنسان ولذلك أنت إن شاء الله تبقى خطبت وبعد تغير قلبك لأنك رأيت شيئا ولا وما كملش الخطبة ليست هي زواجة هي وعد بالزواج ويمكن للإنسان أن يتراجع عنه في كل وقت لأن التراجع في هذا الوقت أولى من أن تتزوجها وما تعيش مزيان وتظلمها هذا هو الحل الشرعي الذي وصفه الشرع لمثل حالتي أنت ما درت تشي حاجة وحتى مني مشيت إن شاء الله تبقى قلت لها ما غاديش نزيت جزاك الله خيرا يعني قلت وحلك لم زيان باش ما تجرحاش قلت لها أنا لست مستعدا وهذا مما يجوز أن يقال احتلت جراحها جزاك الله خيرا ولذلك هذا الذي فعلته هو عين الصواب يعني ممكن جيتها وحدا مشيت خطبتها وفي التالي ما بقتش مرتاح لها وتمشيت تكمل سوى لك أن ذاك الشي ما عنده حتى شي سبب ما تفسروش انت ما قدش تفسرو جاتك حاجة كنت بغيتها وعجباتك وشدتها وكملت وانت فرحان غدا له صدفة إيبان لك صدك مضيق وقضى في هذه الحالة إذا فاجأك مثل هذا الشعور بدون مقدمات ولا تجدوا له تفسيرا منطقيا فاعلم أن هذا الأمر ينبغي أن تجاهده لأنه ليس له مبرر منطقي ليفسر ما أنت فيه ربما تكون وسموه شيطان يريد أن يقطع عليك هذا الخير فهمتو؟ لأن أحسن حاجة التي يريد تحقيقها الشيطان هو أن يشتت العوائل وأن يفرق بين الزوجين هذا هو الهدف أنتعوه ولذلك يتدخر شياطين والإنس والجن كثيرا في العلاقات التي يريد الشاب أن ينسو جهة مع زوجتي في الحلال لو كان الحرام أبقى مخير كما يقول لي واحد أنا من إن نمشي للحرام لكون مخير أنا أمشي نخطب نموت يعني وسموه هذا شي ما معنى هذا شي ما معنى هذا شي هذا الشيطان هذا استولى علي الشيطان زيّن لهم الشيطان وأعمالهم زيّن لهم سوء وأعمالهم إذن أنت واحد من زوج إما أنك خطبت ومن بعد مسألة منطقية عاود شت عاود شت وشت أنها غادي تأذب لدتها وتهضم حقها وما بقتش نطمأن لها ذاكش اللي درته هو الصواب رجزك بخير لأن الخطبة هي فقط وعد بالزواج واحد يخطبه واللي ألف يخطبه واحد يزوج ألف تخطبه واحد يزوج اللي مكتبت له ما مكتبت لك شي فوقاش إن شاء الله تبارك وتعالى اللي يمكن الإنسان يتوقف مع رفوحه هو الوقيتة اللي كيكون باغيها والدين والجمال وما كحتى مشكل لكن فجأة يصبح ويستشعر كأن هناك ضغط في صدره وضيق وهناك من يبعده حتى يجد صعوبة في أن يرفع قدمه تجاهها تجاهها يقول لك سيدلوك نديره ما قدش نمشي بجد أنا ما عندهش تفسير هذا يخصوه إن شاء الله تبارك وتعالى يقرأ شوية القرآن ويدعي سيدة ربي ولا يستجيب لهذه النزاغات فإنك إن استجبت لها يخشى عليك لأن في كل مرة تخطب رمجربك الشيطان وصابك سهل يتسلط عليك ويمنعك من الزواج وهذا كاي اللي وحل عدود إنتا الناس ما رمش قادر يزوجوا بهذا الشيء لأنه حل الباب للشيطان كان يقول لي أنا ريا عشيرة ثلاثين خطرت خطرت جي منهم خطرت جي مية خطرت جي منهم ويقول كذا عكسي وكذا يلا ما قل لي واحد قلت له منين تخطب الغالين مشي معاك الغالين مشي معاك ومشينا معاها ويزوج لأنه علاش 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 فيك يوقيت علاش يعني الشيطان غير يجي سهل يدخل له لو يقولوا ماشي يمليح ويبقى له ماشي يمليح ماشي يمليح جي للرس ماشي يمليح تقو صبح ولا ساهل الشيطان خدم فيه الطريق دار فيه له توروت يدخل بالموطار ومعاشكون الجنون الزيد والهد وحتي الله يحفظه بس صحي لا مشي عبد المرات على الحرام اوه يا مخير من ذلك الشيطان باش تعرفوا باللي هذا المسائل شيطاني انت ماشي من هذا الناس إن شاء الله تبارك الله تعالى